ايضا بحسب مصادرنا في النادي الاهلي مارس الكولر حتى هذه اللحظة ما حسامش موقف لاعب مهم في الفريق اللاعب المهم ده اشتبقى فاهم الحكاية هو ريدا سليم ايه بقى فاهم الحكاية ازاي يعني ريدا سليم مارس الكولر شايفه لاعب مهم لاعب جيد مارس الكولر مش شايف انه لازم ريدا سليم يمشي بس في نفس الوقت لا يمانع رحيل ريدا سليم لو جاله عرض مناسب فيه لعيبة يقول لك ايه حتى لو جاله عرض كبير انا مش عايز اسيبه خليه موجود وفيه لعيب تاني هو كويس بالنسبة لي كويس بس لو جاله عرض ممكن نبيعه ونجيب حد احسن فده الموقف بالنسبة ريدا سليم يعني مارس الكولر قال انا ما عنديش مانع لو جاله عرض مناسب يتباع والاهل يجيب له جناح اجنبي اخر سوبر او مميز يبقى مكانه ده الموقف بالنسبة لريدا سليم وطبعا الوضع بالنسبة لريدا سليم لحد نهاية الموسم فلسه الوقت ايه مفتوح وان كان هرجع تاني للنقطة صفر لانديه دلوقتي تحديدا الاجانب اللي عندك ان انديه بتشتري برا فانت لو ريدا سليم ده الاهل عايز سواءه برا او ريدا سليم ده عنده عروض برا فممكن يمشي من عندك بكرة هاي الاهل يتحمل ان ريدا سليم يمشي من عنده بكرة ولسه الموسم طويل لسه فاضل شهرين تقريبا في الموسم او اقل بحاجات بسيطة يعني بس دي المرحلة الحسمة في الموسم فدي كلها امور صعبة تتحسم هتقول ليه طب ليه ما يستنى لحد شهر تمانية 15 تمانية وبعا كيالا يشوف موقفه ايه 15 تمانية ده هيكون كل نادي اقفل ورقه خلاص وعرف اللعيبة اللي عنده نادي الانداء اللي برا فخلاص مش تتعرف ايه هيفضل معاك ريدا سليم وزي ما قلتلك هو مرسل كلها مش رافد ريدا سليم هو شايفه العيب كويس بس لو فيه احسن ما فيش مانا طيب